الفترة التي مضت كان أمر مشهود بالنسبة لمجلس النواب أنه أوجد تشريعات أساسية مهمة كانت تركز بدرجة كبيرة على النوع والكثير منها كان في أدراج مجلس النواب على مدى ثمان سنوات أو ست سنوات لكن استطعنا بحكم حالة التوافق الداخلي بين الأطراف السياسية أن نمضي في عملية التشريع القضية الأساسية سنركز عليها الحقيقة تتعلق بقانون الانتخابات وعلى وجه التحديد قانون انتخابات مجالس المحافظات نحن أقرنا داخل البرلمان أن تجري الانتخابات متزامنة في يوم واحد النيابية والمحلية وأيضا صوتنا على جملة من الإجراءات لكن المتبقي بالنسبة لنا ما يتعلق بكاركوك على وجه التحديد والكل كان يشهد عدد من اللقاءات التي الضم مكونات المحافظة وممثليهم في مجلس النواب وكانت تستوقفنا ثلاث مسائل بشكل واضح كنا نناقشها مستقبل كاركوك تقاسم السلطة وسجل الانتخابي وأستطيع القول أننا بلغنا حالة من الاتفاق بشأن المسائل الثلاث إلى الدرجة التي تأهلنا إن شاء الله في بداية عمل مجلس النواب أن نمضي للتصويت على الفقرات المتعلقة بقضية كاركوك بشكل واضح وهناك مادتين مادة سبعة وثلاثين والمادة اثنين وخمسين التي تقريبا وصلنا إلى حالة من القبول بالنسبة للأطراف السياسية ما عدا بعض الجوانب التي أعتقد أنها ليست معيقة وبالتالي نستطيع أن نتجاوزها طبعا ينتظرنا قانون انتخابات النيابية التي أيضا سنضعها على جدوى الأعمال ونعتبرها أساسي ومهم ترجمة نانسي قنقر